لا يزال هناك اليوم العديد من المسيحيين الذين يضطهدون في الصمت المتآمر لعدد من السلطات هذا ما قاله البابا فرانسيس صباح اليوم خلال القدس الإلهي في كنيسة دير سانتا مارتا بمشاركة البطيرك الجديد للأرمن الكاثوليك جريغوريوس بطرس العشرين جابرويان وجميع أعضاء سينودوس الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية إضافة إلى الكاردينال ليوناردو ساندري رئيس مجمع الكنائس الشرقية وفي عيثته ذكر البابا فرانسيس أن المسيحيين عانوا من الاضطهادات التي تحصل اليوم عددا أكثر من الضحايا مما كانت عليه في الأيام الأولى وأضاف أن المسيحيين يتعرضون للاضطهاد والقتل والتجريد من كل شيء فقط لأنهم مسيحيون واستطرد البابا بالقول لا يوجد مسيحية من دون اضطهاد مستشهدا بآية إنجيل التطويبات طوبى لكم إذا شتموكم واتهدوكم وافتروا عليكم